النادي لاني يعني انت اكيد تباعة المباراة النادي دي السامالك والطباية مش بعد ما خلصت المباراة قلت ربنا يسطر ان شاء الله المباراة اللي جاية يحصل فيه مليون في المية اعتقد كل الناس قالت مليون في المية الجزء اللي انا عايز اتكلم فيه وانا اقش حضراتكم فيه هي دي العملية يمكن مفيش تحضير بدني في ثلاثة ايام خالف خالف لكن اتكلم على الالأ اللي كان اللعيبة نشوت الفرحة كبيرة جدا وانا احنا عارفين كانت فرحة كبيرة كانت تأثر ويمكن شفناها الشوت الاولاني شوية تأثر شوية على اداء اللعيبة لكن يعني اللي اسعدني اكتر ان شفت مستوى فني افضل من مباراة نادي الزمالك وشفت العودة كمان والاسرار ده فيه اكتر اكتر من مكسب في المباراة الاتحاد زي ما انت بتقول الفترة الليلة اللعيبة كلها احتفلت غصب عن اي حد احتفله يعني طبعا اكيد الكابتن سيد عبد الحفيد منابه وتعليمات بس ده غصبا عنك سوا احتفلوا هنا في القناة مع اصحابهم لانها فرحة كبيرة كانت اولا بس قدرهم ان يقصلوا صفحة الفرحة دي بسرعة انا هقولك هو قدروا ان يقفل بس هو ثلاث ايام انت عارفة لو اسبوع هنتكلم على يومين تحتفلي وبعد كده تبتدي تركز انما مفيش وقت خلص يعني هم قاعدوا يوم التاني معذكر المباراة فجئت بالنادي الاهلي طبعا البداية برضو بيقابله منافس قوي جدا مع مدرب بيعرف في يعلي قوي الحافز عند اللعيبة حسام حسن فرقة فيها عناصر كويسة زي بقولك ينطبخ عليها لانطبخ على الطلاق عاديين مراحين ومركزين وبدرسوا النادي الاهلي كويس وعندهم طموحات كبيرة جدا جدا برضو لتاريخ النادي الاتحاد مع النادي الاهلي بالذات في مسابقة كاس مصر وبعدين بيلعبوا النادي الاهلي بطل افريقيا بعد مباراة تاريخية فدي حوافز تاني كتير استعداد غير عادي مزبوط في المقابل للنادي الاهلي طبعا فيه حنقول طبعا لا شك يكون اجهاد فيه نقص كان موجود سير المباراة والسيناريو انهم يبدأوا بالهدف طبعا ده عارفة انت فرحانة وبعدين حد فوائك لا اسحبا انت فرحت لا فيه نص نهائي خسارة انها تضيع وهتضيع عليك فرحتك اللي فاتت اشتركوا في القناة